موسيقى اسمحوا لي نحن نعرق على السعودية وتجربة السعودية لانها احد التجارب الرائدة مع اسازنا الدكتور ولي بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين في البداية اسمحوا لي ان اتوجه بالشكر الى سعادة الدكتور حسن راطي وعلى دعوته الكريمة وعلى استضافة نخبة من علماء الامة العربية وعلى نخبة متميزة من علماء مصر الرائدين في قضاء المياه في هذا الصالون وفي هذه الامسية الجميلة وهذا الجو الرائع في بلت او في منزل الدكتور حسن بالنسبة لتجربة المملكة العربية السعودية كاحد البلدان التي تعاني من شح المياه حيث لا انهار ولا امطار نعاني من شح ندرة الامطار وايضا لا وجود لبحيرات او موارد مياه عدمة مستدامة في المملكة شهدت المملكة العربية السعودية بعد عام 1974 1974 نهضة شاملة في النواحي الاجتماعية والاقتصادية زاد عدد السكان مع تحسين مستوات المعيشة وتحسين النوعي في الرعاية الصحية شهدت النهضة على كافة الاصعد كانت عدد سكان مملكة في حوالي 1970 أقل من 4 مليون نسمة الآن المملكة العربية السعودية تقارب عدد سكانها 30 مليون نسمة إذن احتياجات السكانية والصناعية والزراعية زادت زيادة كبيرة كان مجمل احتياجات المياه واستهلاكها في المملكة العربية السعودية في السبعينيات من القرن الماضي كان لا يزيد عن حوالي 7 أو 8 مليار متر مكعب سنويا نحن وصلنا الآن في الاستهلاك للأغراض السكانية والزراعية والصناعية تجاوزنا الـ 22 مليار متر مكعب سنويا لذلك المملكة العربية السعودية هناك في تحديات تحديات نهضة شاملة عمرانية صناعية تعليمية ثقافية تحسن في مستويات المعيشة لنلحق بالركب العالمي في التنمية وتطور السريع أعتقد شهدت المملكة معدل نمو وتطور اجتماعي وحضاري وعمراني وصناعي على كافة المستويات نقل هامة خلال ثلاث عقود من الزمان من منتصف السبعينيات حتى آخر القرن الماضي وصلنا يعني قطعنا شوط لا تقطعوا دول كبيرة في عشرات القرون بدون مبالغة هذا أدى إلى طبعا النمو الكبير في الطرب على المياه طيب ماذا نفعل؟ هناك كان ليس لدينا من خيار سوى تطوير موارد المياه الجوفية المحدودة في المملكة والتي حبان الله بها المملكة كانت تعيش في قبل اكتشاف تقنيات أو قبل استخدام تقنيات تحلية كانت تجمعات سكانية تعيش على الواحات وتعيش في الواحات مثل الإحساء ومثل قصيم وأيضا في الشمال في الجوف وفي أيضا تجمعات سكانية حول الينابيع وحول التي تجري فيها المياه اتجهت المملكة إلى تطوير موارد المياه الجوفية بدت خطط التنمية في أيام رحل المغفولة وبإذن الله جلالة الملك فيصل في منتصف الستينيات وعمل أول خطة للخطة الخمسية لتنمية المملكة كانت في منتصف السبعينيات واستمرنا على هذه الخطط بالنسبة للمياه اتجهنا إلى خيار استراتيجي وهو خيار تحلية مياه البحر لسد الاحتياجات السكانية الاحتياجات السكانية تمثل بعدود عوالي من 22 مليار تمثل حوالي 2 مليار أو 2.5 مليار حوالي 10% من مجمل الاحتياجات المائية الاحتياجات الزراعية حوالي 85 أو 87% الاحتياجات الصنعية حوالي 2 أو 3% من مجمل الاحتياجات بحمد الله وتوفيقه تمكننا من تحلية مياه البحر سواء في المدن الساحلية تعرفون المدن الساحلية مثل الجدة لا تتوفر فيها مياه جوفية ليس فيها إلا مياه البحر بل حتى أنشئت أول محطة تحلية في جدة في بدايات القرن الماضي وكانت تسمى كنداسة عبارة عن تقطير مبسط لخدمة أهل الجدة وأيضا خدمة الحجيج أنشئت أول مؤسسة لتحلية المياه المالحة في المملكة في بداية السبعينيات وتولت نقل المملكة ونهضتها في سد احتياجات المياه العذبة والطالب السريع أنشئت محطات عملاقة لدينا حاليا حوالي 30 محطة عملاقة على سواحل البحر الأحمر وسواحل الخريج العربي تنقل هذه المياه خلال خطوط طويلة جدا إلى مدن الداخلية مثل الرياض وكما أنها تغذي المدن الساحلية مثل الجدة والدمام وتغذي مدن الداخلية مثل الطائف ومكة وينبع والمدينة منورة استطعنا بهذه الوسيلة التغلب على شح موارد المياه العذبة عندنا مياه جوفية المياه الجوفية طبعا ما هي مياه جوفية بكميات كبيرة جدا محدودة ولكن النوعية في معظمها في المملكة لا تصلح للشرب خصوصا في المناطق الساحلية لذلك تمكننا من خلال الاستحواذ على تقنيات التحلية وتطويرها في المملكة أن نتغلب على مشكلة شح المياه بالنسبة لأغراض الشرب أما بالنسبة لأغراض الزراعية بدأنا التوسع في الزراعة كما ذكرتم وتوسعنا في زراعة القمح في منتصف الثمانينات من القرن الماضي ولكن وجد أن القمح يستنزف كمية هائلة من المياه الجوفية خصوصا في ذات النوعية الجيدة في شمال المملكة المملكة تتميز بالسياسة المحافظة ولكنها في نفس الوقت مرنة وتستجيب للتغيرات عندما وجدنا أن التكونات الجوفية الحاملية قد تم في بعض المناطق تزندفها بشكل غير مقبول تم تعديل السياسات الزراعية وطبقنا سياسة التوسع في محاصيل لا تسارك المياه بل بالعكس تم تبني سياسة التخلص من زراعة القمح بصورة تدريجية وتم الانتهاء من هذا الأمر في عام 2014 بلادية يعني أصبح الذي يزرع القمح لا يتم أي دعم له من الدولة وأصبحنا نعتمد على السوق العالمية في شراء القمح وهذا أوفر لنا لأن الكيل جرام من القمح يحتاج إلى حوالي طن أو طن ونصف في بعض الحيان طنين من المياه ثمن طن المياه تشتري يعني أغلى من سعر القمح في السوق العالمي لذلك تجهنا إلى تعديل السياسات الزراعية الآن الدولة تتجه حسب الرؤية التي أطلقها سمو ولي ولي الأهد رؤية عشرين ثلاثين خصخصة كافة الخدمات في الدولة من ضمنها قطاع المياه لدينا هناك الآن ورش عمل كبيرة جدا يعني خلال سنوات محدودة سوف يتولى القطاع الخاص عمليات إنتاج وتوزيع المياه في المملكة العربية السعودية بتفهم وبدعم من ولاة الأمر وأيضا استجابة مرنة وانتماء ووطنية من القطاع الخاص شكرا شكرا دكتور وليد